وخلينا نزيد ويقول لك بعد ذلك يتحدث عن الخيارات هذا الأخطر في المسألة قال هم يحبوا يكونوا مغاربة يكونوا أول من صف قوله يا هاكم انتم مدرتونهم جمهورية وقلت لهم صحراويين وكان يجي واحد جزائري ولا واحد صحراوي يقول راني مغربي ولا يجي جزائري يقول الصحراء المغربية خائن عميل واتطاردوه بمذكرة توقيفه تنتقموا منه وكذا 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 وكانت تلقوه تقتلوه ولا حد يتجرع في الجزائر يقول الصحراء المغربي إلا إذا كان بينوا بين نفسه انتم ما جرمتوا أي واحد يقول غير ما تقولونه أنتم في هذا المجال حتى الصحراويين أنفسهم اللي في المخيمات هاي يروحوا أصنع لهم استفتاء تقرير ما صيرهم الناس اللي في المخيمات يحب يبقى في المخيمات يحب يغادر يرجع للمغرب تطلع لكم 90% يروحوا للمغرب يبقى غير إبراهيم غالي وجمعتم المستفيدين من هذه المسألة إذن أنت الناس سجنهم في مخيمات قريب نصف قرن من الزمن وجيت تحكي له على تقرير ما صيره زيدي قلهم هذا ما قالهم من غاربة يعني نطب الرسكم نصف قولكم إذن وعلش بتدخلين في حياتهم وتعطلهم بالسلاح واتدخلتم في إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار ويوميا أنتم قامت قوات الجيش الصحراوي باستهداف مواقع الاحتلال المغربي وقتل وكذا وكذا كيف تسبو فيهم أنتم في وكالة الأنبال هلاش مدافعينهم هلاش ما تبقوش بعاد قال لك القضية يرى عند الأمم المتحدة الناس هذا ما راهم لاجئين عنده نحب يقعد 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 يحب يروح يقعد يقعد يروح يا ربي سهل اللي ننفق في الأموال والمليارات جاوزة 500 مليار دولار على قضية أنت تقول حتى يحبهم غاربة يكونوا مغاربة هذا كلام كذب تكوني شيء صحراوي يقول راني مغرب يخلوني يروح وراء الشمس ما هو شيء هذا العبث ما هو شيء هذا العبث ثم بعد ذلك يقولهم موريطانيين لا أدري هل هذه زلة لسان هل هو لا حاكمة هكذاك أو شيء ما شو معناها هل هذا إعاز أو رسالة إلى موريطانيا تحركوا طالبوا حتى أنتموا بحقكم في الصحراء أو شيء من هذا القبيل يعني مجرد تحريض أو شيء كان يطبخ ما بين الجزائر وموريطانيا أو شيء أو كلام متاع واحد ما على بنيشوش يقول أنت الأمم المتحدة في قضية لما تحركت حكاية تقرير المصير رهم إما يقولوا عند راني مغاربة ولا يقولوا عندنا دولة جمهورية هذا هو الأساس المفروض يتكلم عليه الجزائر منذ البداية وتدافع عليه وتدفع في الأموال على جاله يعني الاستفتاء يطرح هذا بل أنه لما طرح المغرب الحكم الذاتي كمقترح قال لك نزيده مقترح الحكم الذاتي يا تكونوا صحاروة يا مغاربة يا صحراويين تتمتعوا الحكم الذاتي تحت سيادة المغربية قال لك نضيفه ورهي موريطانيا من اندخلت أنت موريطانيا؟ ما عندها حتى علاقة بعد ذلك يزيد يقولهم ما يكونوا الجزائريين لماذا؟ واحد مولود منذ قريب نصف قرن أب عن جد مولود على الطراب الجزائري إلا إذا كانت يندوف خلاص نزلتوا عليهم وعطيتوها للصحاروة هلاش؟ هاي ناس جزائريين وغير جزائريين يروحوا كلاجئين إلى بلدان يزيدوا لهم ولاد ثب يقولوا بحكم الميلاد على الأرض يقولوا بحكم الميلاد على الأرض يقولوا بحكم الميلاد على الأرض لا ما تكونوا الجزائريين هو يعطى المثال هذا باش يقول بلي ما عندناش أطماع في الصحراء لا تكذب تكذب يا تبون يكونوا يكذب نظام العسكر عنده أطماع وأكبر طمع أولا وقبل كل شيء باش يكسر المغرب بهذه القضية هذا واقع هذا واقع قالوا هلنا ناس عاشوا بمديا في هذه المسألة على أساس أنه دار لهم قضية الصحراء كحجرة في الصبات كانوا يقولوا هكذا في مجالسهم وتحولت إلى خنجرة في خسر الجزائر الآن لكن الغريبة هو كان يتحدث على تقرير المصير وتجاهل أنها تكون جمهورية من المفروض تبون هنا يقول يحبوا يكونوا مغاربة يكونوا مغاربة يحبوا يكون عندهم دولتهم يكون عندهم دولتهم هذا هو المنطقة نطع النظام الجزائري لا هذه ما هدرش عليها يحبوا يكونوا موريطانيين يعني كأنه ليقراها لو أنه هذا الرئيس عاقل وفي كامل قواه العقلية أي محلل سيقرأ يقول بأنه تبون يحرض أنه الآن أنه موريطانيا تدخل طرف في نزاع الصحراء هكذا هذا هو التحليل ولكن لما عندنا رئيس جاهل معنا بلوش واش رح يقول حالنا نسمعه نسمعه فيه يقوله ما تكونوا جزائريين وين هي الجمهورية الصحراوية اللي راكم مساندتوها واعطيتولها الدعم وكذا 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 وين هي عليش ما ذكرت هاش هل هو إقرار بفشل مشروع بناء الدولة الآن بدأ المرافعة إلى الاقتسام يعني تقاسموها مع موريطانيا أو أنه نحن الجزائر نقوله لا وانتوما حاولوا تتغرونا باش ندوا طرفنا أم أن الجزائر نظام الجزائر بدأ يحس بالضغط بسبب هذه القضية وبدأ يحاول يتنصل منها أو أنه رئيس يهرف بما لا يعرف ويغرف مما لا يغرف هذا هو هذا هو إذن تبون في هذا التصريح اللي داروا للولاد راهوا أقر بالهزيمة لأنه هذا النظام نقولها لكم حكاية بأنه الصحار ويقول ورانا مغاربة ما كانش منها رافضينها تنس تعطي في السلاح وتدفع في الأموال باش تصنع دولة سادسة في المنطقة يجي تبون يقول لك يكونوا مغاربة ما كانش منها حكاية بأنه موريطانيين يقولوا موريطانيين هذا كلام فارغ انتع واحد يخرب فقط القضية وما فيها استفتاع تقرير مصير ويقولوا الصحراويين رانا مغاربة ما يقبل هاش النظام ما يقبل هاش بل أنه الحيثيات والمعطيات المتوفرة الآن تقول بأنه النظام لا يفكر أبدا حتى في تقرير مصير هذا الاستفتاع لأن المعطيات المتوفرة لدي الناس اللي في الداخل راح يقولوا مغاربة هل يعقل أنه تقرير مصير دولة أو شعب أو شيء بأي كلام يعني ما في إطاره العام يكون الناس فقط مجموعة يعني في هذه القضية تحديدا حابين تقرر مصيرهم بنسف المخيمات والناس اللي في الداخل من المفروض البوليزاريو راهي حركة حرورية هكذا نظره وين هي البوليزاريو في الداخل ما عادت موجودة أصلا في مراحل معينة كانت موجودة هناك من يناصر البوليزاري الآن مش موجودة بل أنه القيادات المؤسسة الأولى لهذه الجبهة في أيام الاحتلال الإسباني الآن تريد استرجاعها لأنها تحولت إلى حركة تتكون من مرتزقة عند نظام العسكري في الجزائر هذا هو اللي يجري على قدم الوساط ترجمة نانسي قنقر